من ولاية يتبسة حيث اهتز حي 3240 سكناً ببلدية بولحاف الدير شمال الولاية على وقع حادثة العصور على شاب في مقتبل العمر يبلغ من العمر 21 سنة جثة هامدة عند مدخل إحدى العمارات ما جعل مصالح الضرك الوطني تنتقل على الفور رفقة مصالح الحماية المدنية إلى عين المكان والتي قامت بنقل جثة إلى مصلحة حفظ الجثة بالمؤسسة العمومية الاستشفائية عالية صالح بأمر من وكيل الجمهورية الذي تنقل هو الآخر إلى عين المكان وأزدى تعليمات بفتح تحقيق معمق في القضية خاصة وأن الشاب الضحية كانت تبدو عليها أثار جرح كبير ورضوض على مستوى الرأس ترجمة نانسي قنقر